طارق حامد يعني افهم انه فيه لعيبه مهمين بيغيبوا عن فرق وبيأثروا طبعا بس طارق حامد فعلا انافهم ان حارس من مرمى نصف الفريق دي معروف الجملة الشهيرة طارق حامد حرفيا في الزمالك ونصف الفريق تأثيره واضح جدا طبعا اكيد طبعا انت عندك في مصر رقم 6 يعني اللي هو رقم 6 بمعنى الكلمة مش موجود كتير يعني نقول حامد فتحي في نادي الاهلي طارق حامد في نادي الزمالك انت النهاردة بتلاعب بروقة ووباما ووباما عمرو ما ينفعي لعب في نصف المرعب يعني كاتفيندر ووباما لعيب المدير الفني يحبه بس مش لدرجة له يلعب في نصف المرعب عشان يدافع ويهاجم يعني اوباما كان بلعب لكم 8 النهاردة وجام بروقة وروقة بعيدة عن المتشاط بقاله فترة كبيرة جدا فهو عمل كل اللي يقدر عليه لكن في الاخر بدنيا هيوقع انت كابتن علي كان زاجي جدا ان هو بلعب بناصر وعلي لأ لأ ناصر في نصف الملعب وعلي بدر وفي حد تالت وندفت وكريم ندفت وقدامه ناصر واحمد رفعت والبدر انت نصف الملعب كان اول تلسع لنالزة ملك مفيش خالص ما تقدرش ولا بتقطع ولا بتقدر تباصي في نصف الملعب فكان هو باخر نصف الملعب كله درجة انت انفراد من نصف الملعب يعني احمد عاطف ده انفراد من نصف الملعب صحيح واحمد رفعت هما بينقلوا من ورا لغاية قدام لغاية مؤسله لابو جبل وبعديها كرة اللي عاطف برضو فوق العرضة انفراد فانت البداية نفسها قد اه صعبة جدا على الزمالك فطرق طرق بيفرق جدا كمان كان في مشكلة عند الزمالك في الشوت الاول هو فكرة كابتان احمد الخروج بالكرة مزبوط يعني الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية تتكلم في كمية مواهب في الملعب اه تعرف تحترفز بالكرة تعرف تتحرك بالكرة تعرف تنقل الكرة بشكل كويس ده مكنش موجود النهاردة في الزمالك في الشوت الاول كلمك مزبوط بها في المية كنت لسه اقولك انت في اربعة يعني وفي يوتشر معهم الكرة ملغين كان بين شالقي وشكبالا وسيف الدين الجزيري واوباما انت الكرة بتتنقل من نص ملعب بتاع في يوتشر خلاص انت بسطين تلاقي انفراد شح فمفيش ناحية دفاعية خالص عشان كده بقولك كابتان اسامة ارى الموضوع بسرعة لان هو نازل امام وفتوح وحازم وطبعا حمزة كان برضو رفعت متفوق عليه الشوت لا ولاني بطريقة رشد